نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة وبالتنصيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة وبمشاركة السفارة الإسبانية بالقاهرة دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وذلك لعدد من الكوادر الأمنية العربية العاملة في هذا المجال وكذلك عدد من الكوادر الأمنية بوزارة الداخلية نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بتنصيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمنة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف العربية للعنوم والتكنولوجيا والمجلس القومي للمرأة نظمت دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة لعدد من الكوادر الأمنية العربية العاملة في هذا المجال حقيقة دورة تدريبية التي احنا وضعتها تأتي في ضوء ما تولي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من اهتمام بالغ بملف حقوق الإنسان باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة مع كافة المجتمعات هذه الدورة التدريبية للكوادر الأمنية العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة مسألة حقيقة غاية في الأهمية ونحن في أمس الحاجة إليها جميعا دول العربية دول الإسلامية بلاد الشرق الأوسط كل هذه الدول في أمس الحاجة إليها فعلا لماذا؟ لأنها تؤتي لنا ثمرة كريمة طيبة حتى نستطيع أن نعيش في بيوتنا في أمن وأمان الدورة استمرت فعلياتها على مدار أربعة أيام وتضمنت التعريف بجرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لمثل هذه النوعية من الجرائم وبما يتلأم مع المعايير الدولية كذا كيفية التعامل مع الضحايا في إطار إنساني وقانوني دورة مسمرة دورة الحية رائعة جدا فيها تنوع وفيها مختلف الآراء نحن حتى كمان كمداربين في الدورة استفدنا من المتداربين أتمنى أن تستمر مثل تلك الدورات لي ولزملائي والتعاون في الأجهزة الأمنية في ما بين الدول العربية على مستوى وزارة داخلية العرب سلوب إعطاء المحاضرات المتميز يتمثل بالعصف الذهني والاستفادة لدى جميع المفتركين ورش العمل التي تم عقدها في إطار الدورة شهدت تبادل الخبرات في مجال مكافحة قرائم العنف ضد المرأة وتأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة في مجال مكافحة قرائم العنف ضد المرأة كما كانت فرصة لاستعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في هذا المجال شكري تقديري لوزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على هذا التنظيم الرائع على الجهود على حسن الضيافة حقيقة استفدنا وكان الحوار قائم والنقاش والتفاعل من الجميع أثرت دورة بشكل أكثر مما كنا نتوقع حقيقة أنا بشوف أن كل الجهود التي تبزل من الدولة المصرية ده نتيجة للإرادة السياسية الدعيمة والمؤمنة بأن النهود بالمرأة ده ودب وطن اهتمام كبير توليه وزارة الداخلية لرفع كفاءة ضباطها من العاملين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لذا نظمت الوزارة دورة تدريبية أخرى على مدار سلاسة أيام بالتنسق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخادرات والجريمة والصفارة الإسبانية بالقاهرة لعدد من الكوادر الأمنية العاملة بوزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لإسقال مهراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع مثل هذه النوعية من الجرائم وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الدورات التدريبية ذات الطابع الدولي إلى الارتقاء بقدرات ضباطها في مجال مكافحة الجرائم النوعية وتعرفهم بالمستجدات في هذا المجال وكذل أطر القانونية والإنسانية للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة